بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأحباء مشاهدي الكرام أسعد الله أوقاتكم في كل مكان يطيب لي أن ألتقيكم من جديد وفي درس جديد من دروس الرياضيات على فضائيتكم الشيقة والممتعة فضائية الأنروا ودرس اليوم عن الأعداد الزوجية والفردية إذن عنوان درسنا لهذا اليوم استكشاف الأعداد الفردية والأعداد الزوجية ومن المهارات التي سنركز عليها ما يلي أولاً استكشاف الأعداد الزوجية واستكشاف الأعداد الفردية وتمييز الأعداد إلى أعداد زوجية أو أعداد فردية ولنبدأ أحباء الطلاب بالتمهيد التالي والتمهيد عن بعض عمليات القسمة والتي تعلمناها سابقاً عزيز الطالب جد ناتج كل مما يلي 10 تقسيم 2 نعم مساوي 5 14 تقسيم 2 أحسنت يا بطل مساوي 7 18 تقسيم 2 ممتاز مساوي 9 و20 تقسيم 2 يساوي نعم مساوي 10 أحسنتم والآن للنشاط التالي النشاط عزيز الطالب حاول قسمة العدد أربعة إلى قسمين متساويين العدد أربعة سنمثله بهذه الأقراص الأربعة لدينا هنا أربعة أقراص سنقسمها إلى قسمين متساويين ها هو القسم الأول ويحتوي قرصي والقسم الثاني ويحتوي قرصي إذن قسمنا العدد أربعة إلى قسمين متساويين أو مجموعتين متساويتين كل مجموعة تحتوي قرصي مرة أخرى المجموعتين هنا متساويتين إلى سؤال آخر حاول قسمة العدد 6 إلى قسمين متساويين أيضا سنعبر عن العدد 6 بأقراص ها هو العدد 6 ويمثله 6 أقراص سنقسم هذه الأقراص إلى مجموعتين ها هي المجموعة الأولى أو القسم الأول من ثلاثة أقراص والقسم الثاني أيضا من ثلاثة أقراص إذن يمكن تقسيم العدد 6 إلى مجموعتين متساويتين تماما وكل مجموعة تحتوي ثلاثة أقراص لنرى سؤال آخر حاول قسمة العدد 14 إلى قسمين متساويين أيضا هنا سنمثل العدد 14 بـ 14 قرصا ها هي الأقراص الأربعة عشر سنقسمها إلى مجموعتين متساويتين كما ترى عزيزي الطالب ها هي المجموعة الأولى وتحتوي كم قرص؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 والمجموعة الثانية أيضا تحتوي سبعة أقراص كما ترى عزيزي الطالب قسمنا العدد 14 إلى قسمين متساويين وكل قسم أو كل مجموعة تحتوي على سبعة أقراص إذن هنا كما ترى المجموعتين متساويتين عزيزي الطالب قسمنا العدد 4 والعدد 6 والعدد 14 إلى قسمين متساويين نسمي الأعداد التي يمكن تقسيمها لقسمين متساويين بالأعداد الزوجية إذن ما تعريف العدد الزوجي؟ العدد الزوجي يمكن قسمته إلى قسمين متساويين مرة أخرى العدد الزوجي هو العدد الذي يمكن قسمته إلى قسمين متساويين لنرى نشاطاً آخر حاول عزيز الطالب قسمة العدد 5 إلى قسمين متساويين أيضاً سنعبر عن العدد 5 بأقراص كما في السابق ها هي الأقراص الخمسة تعبر عن العدد 5 المطلوب قسمتها إلى قسمين متساويين هيا سنقسم ها هو القسم الأول ويحتوي قرصين والقسم الثاني ويحتوي قرصين وكما ترى عزيز الطالب تبقى قرص واحد لا هو في المجموعة الأولى ولا في المجموعة الثانية إذن العدد 5 عند قسمته إلى قسمين متساويين يبقى قرص واحد مرة أخرى كل مجموعة هنا عندما قسمنا العدد 5 تحتوي قرصين وبقي قرص واحد إلى سؤال آخر حاول قسمة العدد 9 إلى قسمين متساويين ها هي الأقراص التسعة كما ترى عزيز الطالب هنا خمسة أقراص وهنا أربعة تسعة أقراص تمثل العدد 9 سنقسمها إلى قسمين متساويين هل يجوز؟ لنرى ها هي المجموعة الأولى وتحتوي أربعة أقراص والمجموعة الثانية وتحتوي أربعة أقراص وأيضا تبقى قرص واحد إذن العدد 9 لا يمكن تقسيمه إلى قسمين متساويين تماما إنما تحتوي هنا كل مجموعة على أربعة أقراص ويبقى قرص واحد لنرى عددا آخر أيضا حاول عزيز الطالب قسمة العدد 13 إلى قسمين متساويين سنمثل العدد 13 بالأقراص ها هي عزيز الطالب الأقراص الثلاثة عشر سنحاول قسمتها إلى قسمين متساويين ها هو القسم الأول ويحتوي 6 أقراص والقسم الثاني 6 أقراص وبقي قرص واحد إذن أيضا العدد 13 لا يمكن قسمته إلى قسمين متساويين تماما وإنما إلى قسمين يحتوي كل قسم إلى 6 أقراص ويبقى قرص واحد إذن العدد 13 لا يمكن قسمته إلى قسمين متساويين تماما وإنما يتبقى قرص واحد عزيز الطالب الأعداد 5 و 9 و 13 لم نستطع قسمتها إلى قسمين متساويين تماما وإنما تبقى واحد وهذه الأعداد تسمى بالأعداد الفردية إذن نسمي الأعداد التي لا يمكن قسمتها إلى قسمين متساويين تماما بالأعداد الفردية إذن عزيز الطالب ماذا نعني بالعدد الفردي نعم العدد الفردي هو العدد الذي عند محاولة قسمته إلى قسمين متساويين يبقى واحد مرة أخرى العدد الفردي عند محاولة قسمته إلى قسمين متساويين يبقى واحد والآن عزيز الطالب مع أنشطة وتدريبات ولكن بعد الفاصل إذن أترككم لفاصل قصير ومن ثم سنعود أهلا وسهلا بكم أحباء الطلاب في الجزء الثاني من درس الأعداد الزوجية والأعداد الفردية قبل الفاصل تعرضنا إلى تعريف العدد الفردي وهو العدد الذي عند محاولة قسمته إلى قسمين متساويين يبقى واحد والعدد الزوجي وهو العدد الذي يمكن قسمته إلى قسمين متساويين والآن دعونا نحل النشاط التالي أكتب عزيز الطالب كلمة فردي أو زوجي لكل من الأعداد التالية الآن سنميز إن كان العدد فردي أم زوجي العدد هنا ممثل بأقراص إذن ماذا سنفعل؟ أحسنت يا بطل سنقسم هذه الأقراص إلى قسمين متساويين إن تبقى قرص يكون العدد فردي وإن لم يتبقى قرص أي يمكن القسم إلى قسمين متساويين تماماً يكون العدد زوجي هيا لنقسم ها هو العدد وها هو القسم الأول وها هو القسم الثاني قسمين متساويين تماماً كما ترى عزيز الطالب القسم الأول يحتوي كم قرص؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية والقسم الثاني يحتوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أقراص ولم يتبقى أي قرص إذن هذا العدد يسمى عدد زوجي إلى سؤال آخر أيضاً سنميز إن كان هذا العدد زوجياً أم فردياً ماذا سنفعل؟ سنقسم إلى قسمين كما ترى عزيز الطالب ها هو القسم الأول ويحتوي كم قرص واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية والقسم الثاني أيضاً يحتوي ثمانية أقراص ولكن كما ترى تبقى قرص إذن هذا العدد يسمى عدد فردي إلى سؤال آخر ومهارة أخرى كما ترى عزيز الطالب لدينا هنا جدول من الأعداد الزوجية أحسنت يا بطل هذه الأعداد تسمى أعداداً زوجية الأعداد في الجدول التالي جميعها زوجية كما ترى أي يمكن قسمتها إلى قسمين متساويين تماماً دون أن يتبقى واحد لاحظ عزيز الطالب على رقم الآحد في كل عدد انتبه على رقم الآحد في العمود الأول مثلاً كما ترى رقم الآحد هنا إثنان في العمود الثاني رقم الآحد في جميع الأعداد أربعة العمود الثالث كما ترى عزيز الطالب ستة وفي هذا العمود رقم الآحد ثمانية وفي العمود الأخير رقم الآحد صفر إذن في مجموعة الأعداد الزوجية هذه كما ترى من العدد إثنان حتى العدد خمسين رقم الآحد إما إثنان وإما أربعة أو ستة أو ثمانية أو صفر إذن العدد الزوجي رقم أحده إما صفر أو اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمانية مرة أخرى العدد الزوجي يكون رقم أحده إما إثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو صفر العدد الزوجي مرة أخرى هو عدد كل أحده أحد الأرقام صفر أو اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمانية إلى مهارة أخرى الأعداد في الجدول التالي عزيزي الطالب جميعها فردية كما ترى أي عند قسمتها إلى قسمين متساويين يبقى واحد كما ذكرنا في الأمثلة السابقة انتبه عزيزي الطالب إلى رقم الآحد في هذا الجدول أي في الأعداد الفردية أمامك رقم الآحد هنا في العمود الأول هو واحد ورقم الآحد هنا ثلاثة وهنا رقم الآحد كما ترى في جميع الأعداد هنا خمسة وفي هذا العمود رقم الآحد سبعة وفي هذا العمود رقم الآحد تسعة إذن العدد الفردي يكون آحد إما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة مرة أخرى العدد الفردي هو عدد كل آحده أحد الأرقام واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة من هذا؟ العدد الفردي عزيز الطالب سنستخدم هذا التعريف في حل النشاط التالي اكتب كلمة فردي أو زوجي لكل من الأعداد التالية العدد 67 هل هو فردي أو زوجي؟ ماذا سنفعل أعزاء الطلاب؟ أحسنتم سننظر إلى رقم الأحد رقم الأحد في هذا العدد سبعة إذن هذا العدد هو أحسنتم يا أبطال هو عدد فردي لنرى عدداً آخر العدد 92 سننظر إلى رقم الأحد أحسنتم رقم الأحد بـ العدد 2 إذن العدد 92 هو عدد زوجي إلى عدد آخر العدد 38 رقم أحده هو ثمانية إذن هذا العدد أحسنتم هو عدد زوجي وننتقل إلى سؤال آخر أيضاً هل العدد 35 زوجي أم فردي؟ سننظر إلى رقم الأحد به خمسة إذن العدد 35 هو عدد فردي وإلى نشاط آخر ولكن بعد الفاصل إذن أترككم لفاصل قصير ومن ثم سنعود انتظروني أهلاً وسهلاً بكم أحباء الطلاب لنستكمل ما تبقى من درس الأعداد الزوجية والأعداد الفردية تذكر عزيزي الطالب قبل الفاصل تعرضنا إلى تعريف العدد الزوجي والعدد الفردي العدد الفردي وهو عدد كلي أحده إما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة والعدد الزوجي أيضاً هو عدد كلي ولكن أحده يكون إما صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية ونبدأ عزيزي الطلاب في حل النشاط التالي كما ترى عزيزي الطالب لدينا هنا جدول في العمود الأول يوجد أعداد زوجية كما ترى وفي العمود الثاني سنجد ناتج الجمع لكل عددين وفي العمود الثالث سنميز إن كان ناتج الجمع فردي أم زوجي إذن سنجمع الأعداد كما ترى في السطر الأول اثنان زائد أربعة كم يساوي؟ يساوي ستة إذن هنا جمعنا عدد زوجي زائد عدد زوجي والناتج أحسنت يا بطل أيضاً عدد زوجي سؤال آخر ستة زائد ثمانية كم يساوي؟ أربعة عشر ستة عدد زوجي زائد عدد زوجي آخر والناتج أحسنتم عدد زوجي سؤال آخر عشرة زائد ثمانية ويساوي ثمانية عشر هنا عدد زوجي عشرة عدد زوجي زائد ثمانية عدد زوجي والناتج أيضاً عدد زوجي إذن ماذا نستنتج؟ أحسنتم نستنتج أن مجموع عددين زوجيين هو عدد زوجي مرة أخرى ناتج جمع عددين زوجيين هو عدد زوجي إلى مهارة أخرى أيضاً نفس الأعداد ولكن هنا سنجد ناتج الضرب ثم نميز إن كان ناتج الضرب زوجياً أم فردياً اتنين ضرب أربعة يساوي ثمانية هل ناتج الضرب هنا زوجي أم فردي؟ نعم إنه عدد زوجي سطر الثاني ستة ضرب ثمانية يساوي ثمانية واربين اتفقنا أن العددين زوجيين وناتج الضرب أيضاً؟ أيضاً عدد زوجي عشرة ضرب ثمانية يساوي ثمانين ناتج الضرب هنا ثمانين هل هو زوجي أم فردي؟ نعم احسنتم هو عدد زوجي ماذا فعلنا عزاء الطلاب ضربنا عدد زوجي ضرب عدد زوجي وماذا كان الناتج في كل مره كان الناتج كما ترى عزيز الطالب عدد زوجي اذا ماذا نستنتج احسنتم يا ابطال نستنتج ان ناتج ضرب عددين زوجيين هو عدد زوجي مره اخرى ناتج ضرب عددين زوجيين هو عدد زوجي إلى سؤال آخر في هذا الجدوى العزيز الطالب كما ترى في العمود الأول أعداد فردية سنجد ناتج الجمع ثم نميز إن كان ناتج الجمع زوجي أم فردي إذن هنا لدينا الأعداد فردية كما ترى 3 عدد فردي وال7 عدد فردي إذن هنا سنجمع 3 زائد 7 يساوي 10 3 فردي زائد عدد فردي آخر والناتج أحسنتم عدد زوجي لأن العدد عشرة زوجيا 5 زائد 9 كم يساوي يساوي 14 الناتج هنا الناتج زوجي أم فردي أحسنت يا بطل الناتج زوجي الأعداد هنا فردية ولكن الناتج زوجي سنرى هنا 1 زائد 13 كم يساوي 14 1 فردي زائد عدد فردي آخر 13 يساوي 14 الناتج هنا أحسنتم أهل الناتج هنا زوجي إذن ماذا تلاحظ عزيز الطالب نلاحظ أن ناتج جمع عدد فردي زائد عدد فردي هو عدد زوجي إذن مرة أخرى نلاحظ أن مجموعة عددين فرديين هو عدد زوجي إلى سؤال آخر أيضا على نفس الجدول كما ترى عزيز الطالب العمود الأول به أعداد فردية هنا سنجد ناتج الضرب ثم سنميز إن كان الناتج فردي أم زوجي إذن هنا سنضرب 3 ضرب 7 كم يساوي 21 هنا 3 عدد فردي ضرب عدد فردي آخر والناتج عدد فردي أحسنت إذن ناتج الضرب هنا عدد فردي سنرى هنا 5 ضرب 9 45 الخمسة عدد فردي والتسعة عدد فردي وناتج الضرب أحسنت يا بطل عدد فردي لأن أحده خمسة 1 ضرب 13 يساوي 13 ناتج الضرب هنا أيضا عدد فردي إذن ماذا تلاحظ عزيز الطالب عندنا ضرب عدد فردي ضرب عدد فردي آخر أحسنت يا بطل يكون ناتج الضرب عدد فردي إذن نلاحظ أن ناتج ضرب عددين فرديين هو عدد فردي ناتج ضرب عددين فرديين هو عدد فردي إلى سؤال آخر كما ترى عزيز الطالب أكمل الجدول كما ترى عزيز الطالب في العمود الأول لدينا عدد فردي وآخر زوجي والعمود الثاني المطلوب ناتج الجمع وفي العمود الثالث سنميز إن كان ناتج الجمع فردي أم زوجي إذن هنا سنجمع عدد فردي زائد عدد زوجي والناتج كما ترى يساوي 5 هذا العدد 5 فردي أم زوجي؟ أحسنت يا بطل هو عدد فردي سنجمع هنا 5 زائد 4 ويساوي 9 عدد فردي زائد عدد زوجي يساوي نعم الناتج عدد فردي سؤال آخر 7 عدد فردي زائد 6 عدد زوجي يساوي 13 الناتج 13 هو عدد أحسنت هو عدد فردي إذن ماذا فعلنا عزيز الطلاب؟ جمعنا عدد فردي زائد عدد زوجي والنتيجة كانت في كل مرة عدد فردي إذن نلاحظ أن ناتج جمع عدد فردي مع عدد زوجي هو عدد فردي مرة أخرى ناتج جمع عدد فردي مع عدد زوجي هو عدد فردي إلى سؤال آخر كما ترى عزيز الطالب نفس الأعداد في الجدول السابق عدد فردي وعدد زوجي والمطلوب هنا ناتج الضرب ثم سنميز إن كان ناتج الضرب فردي أم زوجي إذن هنا سنضرب 3 ضرب 2 ويساوي 6 ناتج الضرب هنا عزيز الطالب العدد 6 هل هو زوجي أم فردي؟ نعم هو عدد زوجي سؤال آخر 5 ضرب 4 يساوي 20 الخمسة عدد فردي ضرب 4 عدد زوجي والناتج عدد زوجي 7 ضرب 6 يساوي 42 الناتج هنا عدد أيضا عدد زوجي إذن نلاحظ أن ناتج ضرب عدد فردي ضرب عدد زوجي هو عدد زوجي مرة أخرى نلاحظ أن ناتج ضرب عدد فردي في عدد زوجي هو عدد زوجي والآن عزيز الطلاب سنستخدم هذه الملاحظات في حال التمرين التالي عزيز الطالب ضع إشارة صح أو خطأ للجمال التالي الجملة الأولى ناتج ضرب عددين زوجيين هو عدد زوجي ناتج ضرب عددين زوجيين عدد زوجي أحسنت يا بطل العبارة صحيحة عبارة الأخرى مجموع عددين فرديين هو عدد فردي هل هذه العبارة صح أم خطأ؟ أحسنت يا بطل هذه العبارة خطأ لأن ناتج جمع عددين فرديين هو عدد زوجي مثل خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية الناتج عدد زوجي الجملة الثالثة ناتج جمع عدد فردي مع عدد زوجي هو عدد فردي هذه الجملة أحسنت يا بطل جملة صحيحة جملة أخرى مجموع عددين زوجيين هو عدد زوجي نعم؟ الإجابة صحيحة أحسنت يا بطل الجملة صحيحة ناتج ضرب عدد فردي في عدد زوجي هو عدد زوجي نعم؟ أحسنت يا بطل هذه الجملة أيضاً صحيحة الجملة الأخيرة ناتج ضرب عدد فردي في عدد فردي هو عدد زوجي مثل ثلاثة ضرب سبعة كم يساوي؟ واحد وعشرين هل الناتج هنا عدد زوجي؟ طبعاً لا إذن هذه العبارة خطأ والسؤال الآن أحباء الطلاب للمتفوقين أعزاء الطلاب هل يمكن لعدد ما أن يكون زوجياً وفردياً في نفس الوقت؟ هل يمكن؟ ابحثوا عن ذلك بهذا أحباء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم والذي تعلمنا من خلاله استكشاف الأعداد الزوجية واستكشاف الأعداد الفردية والتمييز إلى أعداد زوجية أو فردية وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة